مرحب بكم أولا تاني أعزائي المشاهدين مرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس من ورنا كابتن تحيات لي كابتن المتحدة لكل مشاهدي قناة نادي الأهل في كل مكان مباراة إن شاء الله نتمنها إن شاء الله مباراة جيدة لطاكم التحكيم اليوم يارب إن شاء الله نارضا النادي الأهل بيعود للمسابقة المحلية بيعود مرة أخرى إبراهيم نور الدين لمباراة النادي الأهل بزبط كابتن عيما خلينا نتكلم على طاكم التحكيم اليوم اللي هو مقوم من الحاكم الدولي إبراهيم نور الدين هو الوحيد اللي حاكم دولي فيه الطاكم التحكيم النهاردة هو إبراهيم نور الدين ومعه الحاكم مساعد الأول شريف عبد الله والحاكم مساعد التاني وقل شعبان من إسكندرية عندنا الحاكم الرابع محمود وفا من كافر الشيخ وعندنا حاكمين على تقنيات الفيديو من إسكندرية أيضا محمود بسوني وصبحي العمراء نروح لإبراهيم نور الدين بدايةً وحنقول للأرقام كابتن أيمن أرقام بتاعته هذا الموسم وليعبه إبراهيم نوردين إبراهيم نوردين هذا الموسم لعب مباراتين في الدوري المصري لعب أول مباراة كانت ما بين زياد دول إسماعيلي دي كانت في سبب الأول لعب مباراة المصري وطلقها الجيش هذه المباراة هي المباراة الثالثة ليه تمنى طبعا إن شاء الله التوفيق ليه في هذه المباراة يمكن إبراهيم بقاله فترة كابتن أيمن ملعبش النادل أهلي منذ الأسبوع العاشر من الموسم المنقادي طريبا بتاريخ 28-12-22 فترة ملعبش النادل أهلي تمنى النهار طبعا يخلي بالك النهار ده هو طبعا أكيد راجع يقدم مرضوط كويس المباراة صعوبة هذه المباراة صعبة على الورق هي صعبة صعبة نتكلم على النادل المؤوني طبعا بقاله فترة هو متعثر عاوز طبعا يعني ياخد خطوة فهتلاقي مرار النهار ده اللاعبين عندهم الدوافع بالنسبة لعب المؤولين نادي الأهلي طبعا هو نادي البطل دايما بيبحث عن الفوز فهتلاقي المباراة درجة صعوبة عليها طب خلينا اسألك السؤال مناسبة درجة الصعوبة بس إحنا كلعيبة أحيانا ملعب المؤولين العرب بيمثل لنا بعض الصعوبة كويس والمؤولين بيعرف يستفيد جدا جدا من لعب على ملعبه هل ملعب المؤولين العرب برضو فيه صعوبة بالنسبة لطبع التحكم شوف يا كابتن انت كلمت بالزبط حاجة مهمة جدا جدا ويمكن دي كانت ساعات أنا كنت حاكم دولي لما كنت بسافر ومشوف الملعب أحيانا ببقى مش مع صوت لأنا كنت بداية داما بحب ملعب في الملعب الواسعة اللي هي تقدر عندك مساحة ببقاش فيه تكتل قوي داخل مناطق الجزاء بتعمل لك مشاكل جدا 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 الملعب المؤولين زي ما حدتك قلت كده دهية شوية ليه طبيعة خاصة هبصت تلاقي مثلا ايه 18 لعب في 18 دي بتبقى صعوبة للحكم صحيح حتى لما بتيجي تعمل كونتر أتاك بتبقى المسافة مش واسعة قوي لا أنا الحكام طبعا الملعب بيفرق معاه بساحة الملعب جودة النجيلة كابتن آيمن مهمة جدا جدا في ميدان اللي النهاردة لما يكون النجيل على مستوى جيد تقدر تحرك على الميدان بتقدر انك انت تعمل سبرينتات تبقى النجيلة أحيانا نسا نسا في بلايات الموسم ما سهلكتش للدرجات دي يعني لا أنا بكلم على نوعية الجودة نفسها الجودة الكوانتر فلنرجع تاني لإبراهيم دين زي ما قلت أضارهم مباراتين في هذا الموسم أضارهم بشكل كويس هذه المراهيات الثالثة مبارات صعبة جدا 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 بنقول لإبراهيم يا إبراهيم يعني تمانع انك انت تركز من البداية للنهاية صحيح وتاني بنقول لحكام فرصة النهاردة كابتن أيمن أن عندك الفار ولكن لابد انك انت وانت نازل الملعب انسى خالص نيفان دايما نقول لكلام ده عشان تقدر تشتغل على نفسك تدر تبقى متواجد داخل مناطق الجزاء خاصة في حالات داخل السندوق في حكام بتعتمد على الفار بس آه بالنسبة لك شوفك انت نهاية شخصية يعني في واحد عنده القرار عنده القرار بس بيقول لك أسان الفار أضمن آه أسان الفار وفي واحد ما بيتأخرش عنده القرار بياخذ القرار دي بيتوقف على شخصية الحكم دي بتبقى مهمة جدا هروح لي الحكم مساعد رقم واحد شريف عبدالله وحكم كابتن أيمن مش محظوظ أفضل حكم مساعد في مصر أو يعني انتظر من ضمن أفضل حكم مساعد ترشح لقائمة دولية أكتر من مرة النهاردة شريف عبدالله من منطقة القرارة موجود حكم المساعد الأول والشعبان نفس الشئ من الخبرات من اسكندرية عدار كثير من المورات عنده خبرات كبيرة جدا اتنين مساعدين أعتقد على درجة كبيرة جدا جدا من المهارة ومن التركيز حكم رابع محمود وفا حكم من حكام الشباب من قفر الشيخ حكم محمود سونيا حكم محمود سونيا كان حكم دولي يا كابتن أيمن كان دولي وكان معلق هذه الشعر هي موجودة هي كان دولي قعد فترة سنتين ولم يوفق وبعدين خارج من القائمة الدولية الموسم ده بات كويس نتمنى إن شاء الله يرجع مرة أخرى يرجع نتمنى لأنه بصن صغير عنده بدني كويس عنده إنجليش كويس عنده قانون كويس محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى نتمنى لأنه هو يبقى موجود في القائمة الدولية المسلم اللي جاي ولكن هي مبراه أبنى من يبدأ هي مبراه صعبة محتاجة تكاتف الحكام مع بعض تعاون أيضا الفوار اللي يجب نهار ده يكون موجود لأن الملعب كمان مش حيساعد أوي إنك تلعب براحتك في كابتن أيضا أتمنى لتغم تحكيم النهار ده التوفيق يا كابتن وربنا يسأل بعد عشر شهور كابتن إبراهيم نوردين إن شاء الله إن شاء الله يلعب يلعب على ذاكرة والله والله كنت نأمل هو إبراهيم نوردين فني كويس أوه صحيح وحكم كويس أي ولكن زي ما قلت له أنا دايما كنت أكلمه وأنا كنت موجود في اللجنة الفنية وكان معي حكم وكنت أكلمه دايما إبراهيم ركز أنت حكم كويس يعني أنت كلما لما بلاقي كابتن أيمن حكم فنية كويس يعني أنت عندك الفنية كويسة وبالتالي ما عندكش أي مشكلة خالص في أنك أنت تدير المباراة بشكل جيد وبنقول دايما التركيز مهم جدا جدا التركيز مع المساعدين التركيز مع الحكام اللي هم الفار تماني النهاردة بريم ما تروحش للفار خالص بإذن الله وتقرق بالمباراة وما نشعرش وما نحسش بيك إن شاء الله بإذن الله تمام كابتن الله شكرا جزيلا كابتن ناصر ولينا لقاء بعد المباراة إن شاء الله إن شاء الله